النهاردة النادي الايل عمل اكتبع مجلس دارة والناس اتفاجأت بقرار قبول استقالة شركة الكورة السادة ياسين منصور والمجموعة اللي معها بقى السادة مصطفى مراد فاعمي الكابتال على عبدالصادق اللي هو السادة عمد شاهين كل الناس تركت خلاص مهمتها في شركة الكورة عايز اقول لكم الاستقالة دي مقدمانة من اسبوعين هم يعني وكان فيه صدام هم اولا المتفق عليه انهم يوم واحد سبعة كان يستلموا كل ما يخص كرة القدم وده مش حاصل هم عايزين يدولوا كرة القدم بالشكل الامسل وبدون تدخل يعني انت هتسلمني الكورة لكن يظل مثلا امير توفيقي بيجيب صفقات يعني انا اللي عرفته كمان ان امير توفيقي جاب صفقتين من البرازيل في صفقتين الاهل اتفق عليهم وبيقال انه هو اتعقد معاهم امير توفيقي لصالح النادي الاهل اتنين اجانب من البرازيل والاهل لا يعلن لغاية ما يخلص من قصة ميكي سوني من قصة برستاو والكلام ده فاخد بالك الاهل عنده مشكلة عنده ميكي سوني اللي مش عايز يمشي عشان يعمل زي اجاية ياخد بقيت عقده عشان يمشي او تديني مليون دولار اجاية واخد تسعمائة الف دولار اعتقد حاجة كده يعني عشان يمشي يعني فانت بتتكلم ان ميكي سوني وبرستاو لغمين لو انت اعلنت عن صفقات طباية ما مش هتقيدهم يوم هبدالوا عادينا عاملين كده لغاية ما القيد يقفل بتاعك ويروح اي نادي تاني خلاص ويقدر ياخدوا فلوسهم كمان لان انت مش هتقيدهم باقي عقده عقده 30 سنة هياخد باقي عقده فهذا مشكلة في النادي الآن فبيقال اقول لي عرفناه انه امير توفيق اتفع مع اتنين من برازيل وفجأت شركة الكرة بده وعتبرت ده نوع من التدخل وحصل برضو سيدا وطفو حاجات تانية واخرى وحاجات خاصة بالرعاية وحاجات خاصة ما عرفش بايه وايه فشركة الكرة قفلت الباب من اسبوعين واستقالت وتقدمت باستقالتها لجلة التخطيط هتكمل هي المشوار دلوقت مين هيجي في شركة الكرة كنا بنتوسم ان الاهل هيعمل مشروع اسمه شركة الكرة يبقى مثال يحتزى بيه في كل الانديا لكن يبدو ان احنا لسه عشان خاطر نوصل للفكر الاوروبي في القصة دي حتى لو الاهلي يعني احنا تصورنا من الاهلي درس القصة جدا واختار اسماء وعمل حانا قولنا يا سيد منصور وصفو مرات فاهم دي اسماء كبيرة جدا في عالم الرياضة وكرة القدم ويا سيد منصور بيزنس مين كبير جدا لكن الصدمات اللي حصلت بتؤكد ان احنا لسه محتاجين شوية وقت عشان نعرف نفكر في موضوع شركة الكرة دي بشكل فكان الحياة النهاردة قرار مفاجئ فوجي بالرأي العام باستقالة شركة الكرة وقبول استقالة كل الناس اللي خاصة بشركة الكرة في الناديا والاديا هيعمل هولد الفترة دي على شركة الكرة وحتستمن لجنة التخطيط بقيادة كابتن محسن صالح في دورها خلال الفترة الجاية المؤكد كمان واللو اتفق عليه في مجلس الإدارة النهاردة ان الصورش مش مكمل عشان بس الناس تبقى عارف الصورش مش هيكمل وفي كلام معه وكلاء دلوقتي عشان خاطر ييجي مدرب اسم كبير يقود الناديا الاهلي هيعلن عنه مع نهاية هذا الموسم او اخر مباراة للصورش هتكون اخر مباراة للدوري هذا الموسم كمان الناديا الاهلي اعلن النهاردة ان الشركة المتحدة هي حصلت على حقوق الرعاية بالنسبة للناديا الاهلي في الاربع سنوات المقبلة من ضمن برضو الحاجات ان الاهلي خلص خلص قصة مصطفى شالب الغريب ان الصورش بقولك مصطفى شالب مش عايز كهربا يعني بيتكلم مع دارة الاهلي بقولهم انا مش عايز كهربا اصلي بقى له ثلاث شهور ما بيلعبش اصلي بقى له ايه وده يديك برضو لك كهربا حزين حتى في الاستوريات اللي بيحطها حتى في التلميحات اللي بيحطها على السوشيال ميديا انه حتى الان ماخدش معاه خطوة جدة سواء في غرامته او في انه يطمنوا انه هيبقى متواجد مع النادي خلال الموسم اللي جاي وده من الحاجات الغريبة في النادي الاهلي قصة كهربا بالتحديد لازم النادي الاهلي يكونوا قفوا بقوة يعني انت هتبيع كهربا ولا مش هتبيع كهربا مش هتبيعه يعني تدي النادي تاني لكن انت بتبيع الازمة بتبيعه في ازمته ولا ما بتبعيش في ازمته ده اللي هنشوف الاهلي هيعمل مع ايه يعني حتى الان الاهلي ملوش موقف واضح وضوح الشمس كده تطلع لقدارة تقوله بالنسبة لقصة كهربا وده الحقيقة من الحاجات المدهشة اللي موجودة في النادي الاهلي فيه نوع من الغضب في الجهاز الطبي لانه بيرسي تاو اصاباته بشركة لاجنة التخطيط بتقول انه يجب على جهاز الطب ان يكون دقيق اكتر من كده في الكشفات الطبية لانه الحقيقة من الحاجات الغريبة انه بيرسي تاو يتم اتعاقد معه بفلوس كتير جدا وكل شوها مصاب 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 الاهلي لا يستفيد منه بالشكل الامسل